مرحبا بكم اليوم اجبت لكم وصفة طبيعية لعلاج الكحة كيفما تشوفوا الفيروس قاعد يدور برشة والناس برشة قاعدين يمرضوا صورتو الصغار قاعدين الكحة يسر عاملة فيهم وبرشة قاعد نشوف فيهم في الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي دي ما يسألوا على دولي طبيعي للكحة واللي هذي تقول لك راهي الكحة محبشت ناحى عند صغاري ان الوصفة هذية طوى مجربتها عندي اكثر من ثلاثة سنين شفتها في قناة مغربية وملي تبعتها راهي بالحق نشحة مية بالمية مجربة مضمونة نجم تستعملوها للصغار والكبار نعمل فيها انا لصغاري كل ما يمرضوا وجيهم كحقوية قد مستعملت سيرويت قد مستعملت الدوية حكاية فيرغة هذية بالحق راهي افكاس على الاخر تجاه هي وصفة طبيعية حتى اذا كي ما تنفعش راهي متضرش راهي نشحة مية بالمية كيفما تشوفوا لهنا خذيت كاس متعمية برسك فيه مية وخمسين مليلتر مية خذيت عليه سبعة ورق متاع راند اغسلتهم مليح ورق الراند بتبيعة وباش نحطهم فوق الغاز يغلي ومدة ترجين حتى لين الرحة متاع الراند تتفوح وشفتوا المية كيفاش تبدل لونه المية وهو سخون هكاية انا طوا باش نجيب غرفة متاع عسل نحطها في الصحفة ومن بعدك باش نسب عليها المية هذيك وهو سخون حتى لين ونقعد نخلط حتى لين الزوب راهي صدقوني قد ما جربت ادويات متاع كاحة بالنسبة للصغاري انا نستعمل فيها ابارتير من ثلاثة سنين ما نهرش ما استعملته هاش معناها وهو ما اصغر من العمر هذيك اما من ثلاثة سنين راني نعتيه لهم كي يبدأ صغير صورته يكوح في اللي لشدوك الكاحة القوية وما تحبش تقص عليه نعتيه جوستم غرفة راهو ديرك تقص عليه الكاحة هذي نقعد نستعملها ثلاثة ايام الكاحة تتنحى كمبلتما بالحق راهي نيشحة نيشحة انا قلت عليش لي انفيدكم بها انشاء الله ربي بعد عليكم المرضى انشاء الله نسل قولي مليد انشاء الله ربي يشفيه وربي بعد عندنا هالفيروس هذي جديد اللي نسل كل قادت عني منه برشة برشة سرتوه في الكاحة من بعد الهنا بش نصب عليه كعبة متاع قارس كعبة متاع قارس انا اللي عصرتها راهي كبيرة شوية على ذيك انا قصت شوية من الكونتيتي معناها انتما كنتبدا كبيرة اعملوا بريسك نصف كعبة وإلا كعبة صغيرة دي جاه شفتو كيفاش خلت منها شوية نخلطوا الخلطة هذي يملي حملي ومن بعدك نخليه يبرد ونصبو في دبوزة بهي دبوزة نحطوها في الفيرجيدير منخلوهيش البرخة كيفما تعرفوا مويد طبيعية نجم راهي تفسد نجم القارس هذي كي يقرس ويفزدن الخليط متاعنا نحطوها في الفيرجيدير كي نبدو بش ننشربو منها نخرجوها قبل بوقت ترجع تدفى شوية في الكوجينة ومن بعدك ناخذو منها مغارفة من اربعة لخمسة مرات في النهار وصدقوني يجربوها وتفكروني ورحموا لي على والدي بالحق راهي حاجة افكاس على الخلط سورتو للصغار اللي يعانيهم الكحة واللي يتعبهم برشا الكحة جربوها وتوا نقول لكم بسلامة وفي لا ماء